اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان الكوادر الوطنية هم الاساس الذي نعول عليه دائما لصناعة حاضر البحرين المزدهر ومستقبلها المشرق فالاوطان تبنى بسواعد ابنائها المخلصين مشيرا سموه الى ان تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية عملية مستمرة تأتي من ايمان راسخ باهمية الاستثمار في العنصر البشري بما يعزز من كفاءة وجودة مخرجاته التي تنعكس على لماء الوطن وتحقيق المنجزات التي تسهم في رفض اهداف المسيرة التلموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم ايده الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله بقصر الاقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدفعة التاسعة من منتسب برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حيث اشاد سموه بما يبدله منتسب الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية من جهود دؤوبة وما يتحلون به من روح العزيمة والاصرار وتحمل المسئولية وقال سموه ان عضاء فريق البحرين الذين يكرسون جهودهم وابداعهم في خدمة هذه الارض الطيبة هم مبعث فخرنا واعتزازنا وقيم الولاء والعطاء والاخلاص التي نراها دوما متأصلة في نفوسهم هي مصدر نستمد منه القوة والعزيمة لنواصل مسيرة التنمية والبناء ونؤكد بان الاستثمار فيهم هو استثمار في مستقبلنا مشيرا سموه الى ان ما تحقق حتى اليوم النجاحات وانجازات نوعية بسواعدهم هو خير برهان على ما يتحلون به من همم عالية وارادة طموحة لخلق مستقبل اكثر تقدما وازدهارا فابناء البحرين هم املنا بان الغدى يحمل لنا الكثير من الخير والنماء ومعهم سنواصل تحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة ومن جانبهم اعرب منتسبوا الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام مستمر لمواصلة تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز اسهاماتها في مسيرة العمل الوطنية مؤكدين مواصلة العمل بذات العزم وبروح فريق البحرين الواحد لتحقيق كل ما من شأنه تقدم ونماء مملكة البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة